حب الصحابة كلهم لي مذاب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات قصة الفتنة الكبرى هذه السلسلة نحاول فيها شرح ما حصل من القتال بين الصحابة الأجلة رضوان الله عليهم أجمعين ونحاول أن نزيل ما علق بهذه الفترة من الشبهات والأكاذيب نحن وصلنا في الحلقة الماضية إلى مشهد بيعة علي رضي الله عنه وكيف أن المهاجرين والأنصار بيعوه في المسجد وذكرنا أن أهل السنة مجمعون على صحة خلافة علي رضي الله عنه وأنه رابع الخلافاء الراشدين ومع ذلك نحن حين نعود إلى ذلك العصر ونحاول تخيله ونحاول تمثله يعني نحاول أن نعيش فيه بأرواحنا فسنجد أنفسنا في ذلك الوقت أمام مشهد ملتبس طيب ما هو الملتبس في هذا المشهد؟ أنه بيعت سيدنا علي بدت وكأنها انتصار للمتمردين قتلت عثمان يعني هم قتلوا الخليفة ونصبوا من رغبوا فيه خليفة احنا ذكرنا أنهم كانوا منادون بعلي في الحلقات السابقة فالمشهد العام أنهم قتلوا سيدنا عثمان وولوا سيدنا علي وبعضهم كان في طليعة الذين بايعوا علي مثل الأشطر النخعي وهذا أورده الحافظ بن حجر بسند حسن بسند يعني صحيح أو حسن هذا كلامه بن حجر طيب هناك من كان سينظر إلى المسألة من بعيد أو من سينسى فضل علي رضي الله عنه من سينظر لهذه الأمور بدون الاعتبار بالأحاديث الصحيحة كيف سيفسر ما حصل وبعدها سياسة علي رضي الله عنه وسنأتي معها سيفسر هذا باعتباره انقلابا ناجحا قاده علي على عثمان ووجد الوضاعون والكذابون وأهل الشائعات من الرواو القصاصين مجالا واسعا للكذب في الروايات التي ثبتوا بها هذه التهمة التهمة يعني أن علي متهم بقتل عثمان فكثير من الروايات الساقطة حافلة بألفاظ تدل على أن علي دبر على عثمان أو على الأقل هو رضي بذلك وهناك روايات نسبت إلى عثمان أنه يتهم علي بأنه يحرض عليه وأنه يملك أن يمنع عنه هذا التمرد ولكنه لا يمنعه وهذا انتشر في الكتب وانتشر بين الناس روى ابن أبي شيبة في المصنف أن محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين تابعي قريب من هذا العصر يعني هو كان في طفولته في وقت الفتن قال محمد بن سيرين ما علمت أن علي اتهم في قتل عثمان حتى بويع فلما بويع اتهمه الناس إذن لما نصب سيدنا علي خليفة بدأ بعض الناس يرتبون أو يكونون قصة عن هذا الموضوع وأنه كانت مسألة مقصودة ومؤامرة طبعا نحن في عصرنا هذا يعني عصرنا حافل بمسألة المؤامرة وأنه كلما نجح شيء خرج من قال لك أنه مخطط منذ البداية القصد هنا كلمة ابن سيرين هذه ولذلك سنجد كثيرا من الأقوال الثابتة أن سيدنا علي نفسه كان ينفي عن نفسه هذه التهمة وهذا دليل على انتشار هذه التهمة في زمنه في زمنه هو فضلا عن الزمان الذي بعده فمثلا من أقواله في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن علينا رضي الله عنه قال والله ما شاركت وما قتلت ولا أمرت ولا رضيت يعني قتل عثمان رضي الله عنه وروا ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح أنه قال علي قال كنت لقتله كارها يعني لم يكن راضيا وروا ابن سعد في الطبقات الكبرى أن علينا رضي الله عنه قال اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو أن أكون قتلت أو مالأت على قتله وفي رفض آخر أبرأ إليك من أمر عثمان وروا ابن عساكر في تاريخ دمشق أن علينا رضي الله عنه قال إن شاء الناس وفي رواية إن شاء بن أمية قمت لهم خلف مقام إبراهيم في مكة فحلفت لهم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله ولقد نهيتهم فعصوني يعني يقصد المتمردين وروا سعيد بن منصور في السنن وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح أن علينا رضي الله عنه قال والله لو ددت أن بني أمية رضوا لنفلناهم خمسين رجلا يعني حلفنا لهم لنفلناهم خمسين رجلا من بني هاشم يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا وروا ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضا أنه قال علي رضي الله عنه ألا إن الناس يزعمون أني قتلت عثمان ولا والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالات وروا ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال علي رضي الله عنه أنه قال فما ذنبي إن كان الناس قتلوه طيب نحن أيضا مما يجب أن نتذكره رواية كنا ذكرناها قبل ذلك لما تكلمنا عن عودة المتمردين على عثمان لما تعرض لهم صاحب القصة صاحب الرسالة المزورة فعادوا إلى المدينة وأنهم قدموا إلى علي رضي الله عنه وقالوا له فقم معنا إليه فقال علي والله لا أقوم معكم فقالوا فلما كتبت إلينا فقال والله ما كتبت إليكم كتابا فالرواية تقول فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض ألي هذا تقاتلون أم لهذا تغضبون فهذه العبارة أيضا فيها دليل على ما كان يروج بينهم من أن علي كان مضطهدا وكان مظلوما وأنهم يقومون للدفاع عنه ألي هذا تقاتلون أم لهذا تغضبون فالفكرة هنا أنه استغربوا أن ينفي عن نفسه كتابة كتاب أو أنه لا يوافق على إعانتهم في الخروج على عثمان بل روى البخاري وابن أبي شيبة في المصنف واخترت هنا لفظ ابن أبي شيبة لأنه أوضح أن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب ذكرت أكثر من مرة أن محمد بن الحنفية هو ابن علي لكن أمه من بني حنيفة فلذلك لي كي يميز بينه وبين الحسن والحسين يقال محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية نفى أن يكون علي سبى عثمان أبدا أو ذكره بسوء أبدا بعض الناس كان في مجلس محمد بن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال محمد مه يعني اسكت فقيل له كان أبوك يسب عثمان فقال له ما سبه ولو سبه يوما يعني لو حصل مرة واحدة وسبه لسبه يوم جئته وجاءه السعاه وحكى قصة معينة سأحكيها لكم بعد قليل لكن القصد هنا أن حتى سيدنا علي نسيب إليه أنه كان يسب عثمان وأنها كانت إشاعة رائجة حتى أن بعض الناس في مجلس محمد لم يتوراه عن سب عثمان فهي كانت يعني شائعة رائجة في ذلك الوقت وهذه الدعاوة والأكاذيب أيضا راجت عن أم المؤمنين عائشة وعن طلحة وعن الزبير وعن غيرهم من الصحابة عمر بن ياسر وأبي ذر وعبد الرحمن بن عوف لكن سياق الأحداث فيما بعد جعلت تهمة تتركز على سيدنا علي رضي الله عنه وجعلته أكثر الناس احتياجا لنفيها عن نفسه لأن هؤلاء خرجوا في الطلب بدم عثمان فلذلك سيدنا علي كان أكثر احتياجا لكي يردد هذا عن نفسه الخلاصة هنا أن تولي سيدنا علي للخلافة في هذه الأجواء الأجواء المشتعلة بالعاطفة والغضب فكانت صورة الأمر صورة البيع المشهد من بعيد يبدو وكأنه انتصار لقتلة عثمان وكأنه قد صار الأمر بيدهم أمر الأمة بيدهم قتلوا خليفة ونصبوا خليفة طيب فلكي نفهم كيف يرى الناس الذين خارج المدينة بالذات وحتى داخل المدينة لكن حتى يعني بالذات الناس الذين خارج المدينة كيف ينظرون إلى المشهد الآن ما هو الموقف الذي قال عنه محمد بن حنفية أنه لو أن علي رضي الله عنه سبع عثمان يوما لكان سبه في هذا اليوم خلاصة القصة أنه بعض الناس جاءوا بشكوى من عثمان وبذلوها لعلي يعني ذهبوا إلى علي يشتكون منه من عثمان كتبوا له رسالة فسيدنا علي أرسل ابنه محمد بن حنفية إلى عثمان فسيدنا عثمان لم يأخذ منه الرسالة فعاد بها محمد إلى أبيه علي فقال علي ضعها مكانها هذا هو الموقف الذي يقول فيه محمد بن حنفية إن سيدنا علي كان غاضبا من عثمان ولو أنه ذكره بسوء أو سبه في مرة لكان قد فعل هذا في نفس الموقف طيب هذا الموقف يخرج لنا سؤال آخر لماذا أبا عثمان أن ينظر في هذه الرسالة الجواب وارد جدا سيدنا عثمان يكون على علم بهذه الشكوى أو كان في ذلك الوقت مشغولا أو كان في ذلك الوقت في لحظة غضب وهناك موقف شبيه بهذا رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا الموقف أنه ذهب عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان ينصحه في إقامة الحد على الوليد بن عقبة القصة التي ذكرناها مسألة ما راجع الوليد بن عقبة من أنه يشرب الخمر فلما ذهب عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان قال له عثمان أعوذ بالله منك فانصرف عبيد الله فما هو إلا أن أرسل إليه عثمان فيما بعد يستفسر عما أراد أن ينصح به فهذه الرواية نأخذ منها أن سيدنا عثمان ربما رد صاحب شكوى أو نصح في وقت غضب أو في وقت شغل وكان فيما بعد ذلك يعود فينظر إليها القصد إذن الخلاصة ما نريد أن نقوله أن بيعت سيدنا علي أحاطت بها أجواء تكتل أهل الفتنة وتصدر أهل الفتنة وهذه الأمور عكرت عليها وجعلت مشهد البيعة مشهدا ملتبسا وصار يظن لمن يرى المشهد من بعيد أنه كأنما أهل الفتنة استطاعوا تحقيق غرضهم في قتل عثمان وفي تنصيب علي رضي الله عنه خصوصا لمن كانوا خارج المدينة لأن من كان خارج المدينة لم يكنوا على الطلاع بتفاصيل ما جرى يعني لا تفاصيل ما جرى في حصر عثمان ولا دفاع الصحابة عنه ولا حتى فيما حصل بعد مقتله من بيعة علي طيب زاد على ذلك أن مشهد البيعة كان أيضا فيه ما يكدره الأول ذكرنا أن جمهور الصحابة والتابعين بايعوا علي بالمدينة لكن في ظل هذه الظروف وقعت أمور من أهمها يعني وقعت أمور أثارت غبارا على مسألة صحة البيعة وشرعيتها من أهمها الإتيان بطلحة والزبير قصرا للبيعة كيف كان ذلك؟ تعالوا ننظر الآن للموضوع من وجهة نظر أصحاب الفتنة لو نحن نظرنا للمسألة من وجهة نظر أصحاب الفتنة سنجد أن موافقة علي على الخلافة كان بمثابة طوق النجاح والإنقاذ لأهل الفتنة هؤلاء طيب هو أولا نجاح لتدبيرهم تولى الخلافة من قاموا ينتصرون له وينادون به أو على الأقل ينادي بذلك قسم كبير منهم وهو من ناحية أخرى بداية وضع جديد في الخلافة وهذا الوضع الجديد يؤدي إلى اطمئنانهم قليلا لأن هذا على الأقل ينجيهم من قدوم الجيوش التي تريد استئصالهم قلاص نصب خليفة جديد وهذا الخليفة الجديد هو من يقيم الحدود وهو من يحرك الجيوش وهو من يولي الغلاه فلذلك بمجرد أن رضي سيدنا علي رضي الله عنه بمنصب الخلافة وأن يكون خليفة فكانت المهمة العاجلة عند أهل الفتنة هو تثبيت هذه البيعة وإلزام الجميع بهذه البيعة ولهذا سخروا طاقتهم وسخروا تكتلهم لحماية هذا الإنجاز من وجهة نظرهم لحماية هذا الإنجاز وتثبيت هذه البيعة وإنفاذ هذه البيعة فأول من فكروا في الذهاب إليه بطبيعة الحال سيكون طلحة والزبير كان طلحة والزبير أكبر رجلين باقيين من الصحابة وهما بقية أهل الشورى الستة الباقين من بعد عمر وأيضا هم أكبر زعيمين آخرين يمكن أن ينافس علي في الخلافة ونحن ذكرنا أن أهل البصرة وأهل الكوفة كان فيهم من يميل إلى طلحة ومن يميل إلى الزبير فبالتالي حصلت هنا معركة حول هذين الرجلين أو يعني كانت بيعة هذين الرجلين على وجه الخصوص هي أهم ما يجب إنفاذه لأنه لو بايع هذان الرجلان استقر الأمر لعليهم في الخلافة وانتهى بذلك مسألة المعارضة أو مسألة من يمكن أن ينافس علي أو أن يعارض بيعة علي طيب وهنا قصد هؤلاء المتمردون إلى طلحة والزبير وأتوا بهما قصرا للبيعة ثبت بأكثر من رواية صحيحة أن طلحة والزبير بايع مكرهين وأنهما خير بين البيعة وبين القتل فبايع هذه الروايات وردت عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح وذكرها الحافظ بن حجر في فتح البال وكذلك من أراد أن يتوسع فيها فلينظر في كتاب الدكتور أكرم العمري عاصر الخلافة الراشدة وكتاب الدكتور طاهر البرزنجي صحيح تاريخ الطبر هناك رواية أخرى عند الطبر عن الزبير وطلحة حينما قدموا إلى البصرة سؤل أفلم تبايعوا عليا وتدخلوا في أمره فقال دخلنا واللج على أعناقنا اللج عن السيف دخلنا والسيف على أعناقنا وهذه الرواية إسنادها حسن والإسناد رجاله كلهم ثقات وكلهم يروي بعضهم عن بعض وينتهي بشاهد عيان الثقاف يعني أقل أحوال السند أن يكون حسنا وهنا من أراد مراجعة هذه الروايات فأنا أنصح بكتاب الدكتور عبد الحميد فقيهي خلافة علي بن أبي طالب وكتاب الدكتور أكرم العمري عاصر الخلافة الراشدة بعض المعاصرين من المؤرخين الإسلاميين يرفض هذا يرفض أن يكون طلحة والزبير بايع مقرهين وبعضهم يرى أن البيع بالإكره لا تليق بعدالة الصحابة ولا يمكن أن يقبلها علي لكن هذا في الواقع موقف غير صحيح منهم يعني التضعيف بمجرد الظن أو بمجرد التوقع ليس أسلوبا سديدا في تضعيف الروايات حين تصح أسانيدها صحيح جاء في روايات أخرى ما يشير إلى أن بيع الطلحة والزبير كانت طوعا ولكنها روايات ضعيفة أشهر ما في هذا ما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال رأيت الزبيرة بايع عاليا في حش حش لها البستان يعني في حش من أحشاش المدينة طيب هذه الرواية ذكرها البلاذوري في أنساب الأشراف بسند ضعيف حاول البعض أن يرفعها إلى درجة المقبول لأن هي تتفق مع روايات أخرى ضعيفة لكن طبعا وهذه أيضا رواية فجاءت عند الطبري أيضا ولكن هذا أيضا لم يكن أسلوبا سديدا هناك رواية أخرى صحها الحافظ من حجر في فتح الباري وهي رواية عن الأشتر النخعي الأشتر النخعي قال رأيت طلحة والزبير بايع علي طائعين غير مكرهين طيب هذه الرواية رجال السند فيها ثقات لكن فيها عنعنة من مدلسين وهذا ينزل بها عن مرتبة الصحة لكن حتى لو كانت صحيحة يعني حتى لو افترضنا أن هذه الرواية صحيحة فإن الأشتر نفسه قائل هذا الكلام متهم وقوله هذا ليس بمصدق وهذا يعني يوقفنا وقفة عند الأشتر النخعي الأشتر مالك بن الحارث النخعي هذا هو أحد أبطال الفتنة وأحد أبطال إشعال التمرد على عثمان منذ أن كان بالكوفة وهو الذي هيج أهلها على الوليد بن عقبة ثم على سعيد بن العاص ومن الغريب هنا أنهم حين رجع أهل مصر إلى مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة بقي هو في المدينة بعد رجوع الوفود راضية من عند عثمان بقي هو في المدينة وهذا البقاء موضع ريبة يعني كأنه كان ينتظر رجوعهم والله أعلم إذا لم يكن هو نفسه طرفا في إرسال هذا الرسول المشبوه الذي حمل الرسالة المزورة فأدى هذا إلى رجعه موظمين وهذا الأشتر مع أن له مواقف ظهر فيها كالمتعاطف مع عثمان فهو الذي قلع له مكر به وبكم لكن تبدو حين نقرأها في ضوء شخصيته وكأنها من الخديعة لأنه هو نفسه كان من رؤوس المحاصرين لعثمان وهو نفسه منع توصيل الماء لعثمان حتى أنه تجرأ وضرب بغلة أم المؤمنين أم حبيبها رملة بنت أبي صفيان فكادت تسقط من عليها حين كانت تحمل الماء والطعام إلى عثمان وهناك رواية أيضا عند الطبري وهي رواية ضعيفة لكن هناك رواية أخرى عند الطبري تنسب إليه أنه هو الذي هدد طلحة والزبير فهذه الرواية هي من مراسيل الزهري والعلماء لا يقبلون مراسيل الزهري وهذا الأشتر نظر إليه يوما ما عمر رضي الله عنه تقول الرواية فصعد النظر فيه ثم قال لا يكونن لهذا الرجل يوما عصيبا على المسلمين منه وهذه من فراسة سيدنا عمر رضي الله عنه طبعا أنا توقفت هنا وتكلمنا في الأسانيد بكلام قد لا يحتمله يعني لا تحتمله الحلقة حلقة الفيديو أو الحلقة العامة أو حلقة التلفزيون لكن الخلاصة بعد مقارنة الروايات فالنتيجة التي نصل إليها أن الروايات التي تفيد بأن طلحة والزبير أكره على البيعة هي أقوى وأصح إسنادا وحتى لو اعتمدنا تصحيح بعض الناس لروايات البيعة بغير إكراه فالتأمل فيها يشير إلى أن عليا رضي الله عنه لم يعرف ولم يطلع على ما كان من هذا الإكراه فيها يعني هذا الإكراه جرى خارج المسجد أو جرى خارج البستان لكنه حين أتي بهما من بيوتهما على هذا النحو فالتقدير أنه لم يظن علي رضي الله عنه أنهما بايعا مكرهين فقد ذكرت رواية الزبير وهي عند من أبي شيبة في المصنف بإسلام صحيح أني أدخلت الحشة ووضع على عنق اللج أو السيف فالمهم إذا حاولنا أن نكون الصورة بعد كل هذه الروايات فالصورة على هذا النحو طلح والزبير لم يشك في أحقية علي بالخلافة ولم يكون يرضيان بغيره بل ونصح بالبيعة له ذكرنا هذا في حلقات سابقة لكن ظروف البيعة وأجواء ما حصل فيها تصدر القتلة لها هذه جعلتهم يكرهون أو جعلتهم يكرهان أن يبايع يعني هي إذن كراها للإجراء ليست كراها للمبدأ وهي كراها لما احتف بأمر البيعة وليس للبيعة نفسها ولا لصاحبها رضي الله عنه لكن سيدنا علي مع مرور الأياب عرف بحكمته وفطنته ومن خلال كلامهما معه أنهما يكرهان هذه الأوضاع فلذلك حين استأذناه للخروج من مكة إلى العمرة أخذ عليهما العهود والمواثيق ألا يحرك الأمور فهذه الصورة هي الصورة التي تجمع بين الروايات الصحيحة الله أعلم طيب وهذه الصورة ينسجم معها ما كان قد وقع قبل ذلك من أحداث الفتنة والأمانة العلمية تقتضي هنا أن نقول إن الذين ذهبوا إلى الجزم بأن طلحة والزبير بايع طائعيني أخطأوا في ذلك وهذا طبعا مع التقدير للدافع النبيل الذي حملهم على ذلك يعني هم طبعا أرادوا بذلك إثبات شرعية بيعة علي وإثبات صحة بيعة علي والرد على من يطعن في بيعة علي لكن هذا الأمر لا يحتاج إلى مثل هذا الإثبات يعني لو أنه حتى ثبت لو أنه ثبت باليقين إن طلحة والزبير لم يبايع أصلا لا مقرهين ولا طائعين فهذا لا يطعن في شرعية بيعة علي رضي الله عنه لأن امتناع الواحد والاثنين والجماعة القليلة لا تطعن في شرعية بيعة الخليفة فيعني نحن غير مضطرين إلى إثبات أن طلحة والزبير بايع طائعين ويعني الواضح أنهما كما ذكرت الواية والأسنين صحيحة أنهما بايع مقرهين طيب كيف سيؤدي هذا كله إلى تسلسل الأحداث نحو الفتنة هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حب الصحابة كلهم لي مثاب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول شكراً لكم شكرا